لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة وسهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام الملكة رانيا تنهار من البكاء أثناء حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان نشرت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني صورا جديدة من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان عبدالله على السيد جميل أليكزاندر تيرميوتس وأبرزت الصور بكاء الملكة رانيا العبدالله خلال عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني يوم أمس في بيت الأردن وكتبت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الرسمي على فيسبوك حبيبتي إيماني لم ولن تغادري كياني لا في صحوتي ولا في منامي في حفظ الله ورعايته واحتفى عدد كبير من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مع منشور الملكة رانيا العبدالله متمنيين حياة سعيدة للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني مع زوجها السيد جميل أليكزاندر تيرميوتس وكانت الملكة رانيا عبرت عن سعادتها بزفاف ابنتها يوم أمس بكلمات كتبتها عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك وقالت كأن الأمس يوم إزدانة الدار بقدوم أميرتنا حملك أبوك في عينيه قبل زراعيه تشبهينه حين تبتسمين حين تضحك عيناك وحين يفيد قلبك بالحنان حصة أبوك أنت يا إيمان وها أنا اليوم يا إيمان أم العروس قلبي يزفك بالزغاريد ممتلئ بالرضا عليك وفي عيني دمعة وطيفان أنزوج الأميرة إيمان بنت ملك الأردن إلا أسلم قبل خطبته للأميرة إيمان زي ما حضرتكم عارفين إن أقيم مساء يوم الأحد حفل زفاف الأميرة إيمان بنت ملك الأردن عبدالله الثاني على جميل أليكزاندر والناس كلها كانت منتظر الحفل من الشعب الأردني والعربي وأقيمت مراسم زفاف الأميرة إيمان وجميل أليكزاندر بالقصر الملكي حيث سيبس عبر قناتي المملكة والتلفزيون الأردني والمنصات الرقمية الرسمية ولد جميل أليكزاندر في العاصمة الفنزويلية سنة 1994 كما أن له أصول يونانية ويبلغ من العمر 29 سنة وهو أكبر إخوته وهم أليكسيا وألخاندر جميل أليكزاندر حاصل على بكالريوز في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا الدولية كما أنه مقيم في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية وعامل في أكبر متاجر التجزئة الموجودة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وخلال الوقت الحالي فإن أليكزاندر هو مؤسس وشريك في شركة مالية تدعى أوتباون كانت ديانة جميل أليكزاندر تيرميوتس هي المسيحية ولكنه وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية فإنه أعلن إسلامه قبل خطبته الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل الأردن وتنتمي أصول جميل أليكزاندر تيرميوتس إلى اليونان وحصل جميل على درجة البكالريوز في تخصص إدارة الأعمال وعمل جميل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وأصبح من أهم رجال الأعمال ليتمكن من إنشاء شركته الخاصة المتخصصة في الأعمال الاستثمارية وكانت الملكة رانيا العبدالله أقامت السلساء في قصر الحسينية حفل حناء الأميرة إيمان حيث اجتمل على معزفات وأغاني تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة ناية التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية وهناء الدوان الملكي الهاشمي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملك رانيا العبدالله والعائلة الهاشمية بهذه المناسبة السعيدة وتمنى للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وجميل ألكزندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء الدوان الملكي في الأردن يعلن إقامة حفل زفاف الأميرة إيمان مساء أمس أقيم مساء الأحد حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على الشاب الفنزويلي زو الأصول اليونانية جميل ألكزندر ترميوتس وذلك في قصر بيت الأردن وهو مكان إقامة العاهل الأردني وضم حفل الزفاف عددا من أفراد العائلة الملكة وأفراد عائلة الزوج جميل ألكزندر ترميوتس إلى جانب عدد من المقربين والأصدقاء للعائلة الملكة وعقد كيران الأميرة إيمان على جميل ألكزندر أمام الحضرة الهاشمية أحمد الخليلة وحضر حفل الزفاف إلى جانب الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله شقيقة الأميرة إيمان ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأمير هاشم بن عبدالله وهما من شهد على عقد القران إلى جانب شقيقتها الأميرة سلمة بنت عبدالله الثاني والأميرة رجوة السيف خطيبة ولي العهد ومن العائلة الملكة حضر الحفلة عدداً من الأمراء والأميرات حيث تواجد كلاً من الأميرة مون الحسين والأميرة حهاد ابن طلال عم الملك عبدالله الثاني والامير سروة الحسن والامير بسمة ابن طلال عم الملك والامير فيصل ابن الحسين والامير زيناء الفصل والامير علي ابن الحسين والامير ريم العلي والامير هاشم ابن الحسين وعدد اخر ممن يحملون القاب الامراء والاميرات في المملكة فيما غاب الامير حمزة واسرته عن حفل الزفاف هذا وحضرت عائلة الزوج كاملة وبعد ساعات من حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية على جميل أليكزاندر ترميوتس احتل الأخير اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وعقب حفل الحناء السلساء الماضي اتجعت أنظار الشرع الأردني مساء الأحد صوب قصر العاهل الأردني عبدالله الثاني الذي يقيم حفل زفاف نجلته الأميرة إيمان على رجل الأعمال جميل أليكزاندر وتوشحت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات من تجهزة الحفل الملكي مشيدين باتباع العادات والأعراف الأردنية في الحفلة ويقول البعض إن العاهل الأردني حرص على مغادرة نجلته إيمان من قصره كما هو الحال لدى الأردنيين وقالت المصادر إن الحفل سيبس على جميع وسائل الإعلام المحلية والمنصات الرقمية الخطوة التي اعتبرها رواد منصات التواصل الاجتماعي تمكنه من متابعة الحفل المنتظر المصادر كشفت أن تفاصيل الحفل ستتم وفقا للتقاليد الأردنية حيث ستتضمن عقد القرآن كتب الكتاب وعشاء للمدعوين وأن الحضور سيقتصر على العائلتين وآخرون من شخصيات بارزة لم تسميهم المصادر وتابع ملايين الأردنيين والعرب بشغف حفل الزواج الخاص الذي أقامه العاهل الأردني مساء الأحد بمناسبة زواج كريمته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني من هو جميل أليكساندر تيرميوتس أعلنت ديون الملكي في الأردن اليوم خطوبة ابنة ملك الأردن الأميرة إيمان عبدالله الثاني على جميل أليكساندر تيرميوتس وأقيمت الخطوبة بحضور ملك الأردن الملك عبدالله الثاني والملك رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأميرة سلمة بنت عبدالله الثاني وانتشرت صور تجمع الأميرة إيمان بخطيبها جميل وسط تساؤلات متابعين عن هويته ومن خلال البحث في شبكة المصادر المفتوحة على شبكة الإنترنت لا توجد أي معلومات شخصية عن اسم جميل أليكساندر ترميوتس لكن البحث يقود إلى شخص يشبهه للغاية يدعى جيمي ترميوتس وهو أمريكي من أصل يوناني على الأرجح ومن اللافت أن حسابات هذا الاسم على مواقع التواصل الاجتماعي محزوفة بشكل كامل جيمي ترميوتس تخرج من جامعة فلوريدا الدولية كلية إدارة الأعمال عام 2016 وهو حاليا يعيش في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية يعمل جيمي ترميوتس حاليا كمؤسس مشارك وشريك في شركة مالية تدعى أوتباوند فينترز تأسست في عام 2015 وعمل جيمي ترميوتس سابقا في بي بي ام كابيتل وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار تستثمر في شركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات كما عمل مديرا في شركة أمارلا وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد